أؤكد أن قيعان البحار ملتهبة وليست ساكنة سبحان الله قاع البحر ملتهب هذه الصورة أو هذا فيديو صورة حديثا من أعماق المحيط الهادئ على عمق 11 ألف متر يعني 11 كيلومتر هذه نيران تتدفق من قاع المحيط بسبب أن الطبقة الأرضية التي تحت البحر ملتهبة يقول العلماء كل بحار الدنيا تقبع فوق طبقة نارية ملتهبة تتدفق منها هذه الحمام المنصهرة العجيب أن العلماء اكتشفوا أن تحت هذه الطبقة النارية الملتهبة هناك بحر آخر في أعماق الأرض على عمق من 400 إلى 600 كيلومتر هناك محيط هائل موجود على عمق 400 كيلومتر تحت سطح الأرض هذا المحيط يحوي كمية من الماء ثلاثة أضعاف بحار الدنيا ثلاثة أضعاف سبحان الله إذن ركزوا معي جيدا أصبح لدينا البحر ثم نار تحت البحر ثم بحر عميق تحت النار الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا ترك بالبحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا دققوا معي تحت البحر نارا وتحت النار بحرا سبحان الله دقة هائلة في وصف النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لهذه الحقيقة العلمية التي نراها اليوم بأعيننا كيف يجرؤ هؤلاء الملحدون أن يدعوا أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى أو أنه اخترع دينا لنفسه أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكذب على الناس إذا من أين جاء بهذا العلم فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا صلى الله عليه وسلم